تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة صباح اليوم عددا من المشروعات الرياضية بمحافظة الوادي الجديد رفقه الدكتور محمد زملوت محافظ الوادي الجديد وقيادات المحافظة السياسية والشعبية والتنفيذية بدأ الوزير والوفد المرافق له جولتهم بمشروع إنشاء ناد الهيجن والفروسية والذي تم إنشاؤه شمال مدينة الخارجة على مساحة تبلغ 580 فدانا يشمل منصة رئيسية ومضمارا لمتابعة المسابقات كما شهد الوزير ومرافقه نهائي بطولة مراكز الشباب والتي شهدت وصول كل من مركز شباب مدينة الخارجة ومركز شباب غرب الموهوب من جانبه أوضح محافظ الوادي الجديد الدكتور محمد الزملوت أن المحافظة تكثف جهودها لتحقيق تنمية الأفضل على كافة المستويات مؤكدا بأن المنية الأساسية الرياضية بالمحافظة شهدت طفرة كبيرة بهدف نشر وتعميم الرياضة بين أبناء المحافظة كما أوضح المحافظة أن من أهم البرامج التي تشهدها الوادي الجديد برنامج اعرف بلدك الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع وزارة الشباب حيث يزور المحافظة ما يقرب من 14 فوجا من أبناء جميع المحافظات وهي فرصة كبيرة لتبادل الثقافات بين أبناء مصر جميعا من جانبه أعرب وزير الشباب عن سعدته بما يشهده من مشروعات رياضية مؤكدا أن مصر بلد الحضارة وأن جميع محافظات مصر تلقى رعاية كاملة للتوستع في مشروعات البنية الأساسية الرياضية وأن محافظة الوادي الجديد تلقى كل الدعم في مختلف الأنشطاء الرياضية وأعرب عن شكره وتقديره لكل من يساهم في تنمية مشروعات الشباب والرياضة في جميع محافظات مصر اشتركوا في القناة